وبعدها حضرتك بقى تجيب رشة زيدي كده تروح رشة على ايدك وقعد في بيتك معزز مكرم خد رشة زيدي كمان واخسي ليدك بالمية والصابون فاكرين؟ الرجل بتاع منظمة الصح العالمية قال لحضرتك ايه تغسل كده لأ والحتة اللي جاية دي حلوة قوي عجبان حتة دي قعد هيدا عجب الحتة دي كده بحدش بيعملها نعملها بقى احنا هاي حتة اللي في النص دي ها؟ والرشة تاني ايه الأزمة يعني؟ حضرتك دي تمن علبة السجاية ها؟ انا عارف ما طوله نهار ما انت قاعد في البيت انت بتشرب مثلا 3-4 علب برا وانت قاعد في البيت طبعا مش طائق نفسك فانت ها؟ اديها 4 علب كمان اديها 5 علب كمان والبلاكولة تشهد ها؟ او خل استمرت بقى يبقى افضل عموما احنا محتاجين راحتك او محتاجين راحتك ويفضل بقى لو عند حضرتك برد ما تروحش للحلاء بتاعت خالص وقبل حضرتك بقى ما تقولي امال مين يحلق لي؟ خلينا اقول له حضرتك انت الدنيا كلها حلقالك من زمان جاي دلوقتي تدور على حد يحلقالك يا راجل عموما زميلتنا سالي شهين كان عندها الحل هنبدأ دلوقتي المفروض ان احنا بنغسل شعره يبقى مبلول اوكي مخسول ومبلول لو شعر كورلي زي ده بيفضل تبقي سايبة في وبعد الحلقة هنغسله اوكي فعلشان يسهل معي التقسيم والتسليم طبعاً حضرتك مش هتكسف من مراتك وهي عملت زوق في أفاك كده وتقول لك وط طبعاً الواحد بوقت بيبقى في شعرة في أفاك مش باينة كده حاجة بيضة حاجة سمرة حاجة قدي بيتي أي حاجة كده وهي برضو مش هتكسف من حضرتك وهي بتطلب منك حق الحلاقة وانت في المرة التانية مش هتكسف منها وانت بتقول لها مفيش تابس يا هانم عشان ما عملتليش فوتة سخنة ولا هتكسف حضرتك منها لما تطلب منها تلبس كمانة بس ما تتخضش هي ممكن تعمل إيه بالكمانة طبعاً مراتك تعملها زي ما ستات كتير هتعملها ولو مش هتقدر تعملها فالإعلام عندنا هيس عيدها تعملها هلأ هذا الهدف من ويري الماسك بس عشان أشجع الناس إنهم يلبسوا ماسكات هلأ هو طبعاً مش طبي مية بالمية بس عشان أشجعهم إنه يلبسوا واللي بحب طبعاً اللي حابب يتبع الموضة والأشياء الفاشن بيقدر إنه يلبسها ممكن يلبسها أذا كفر فوق الماسك الحقيقي إذا طبعاً يعني لأنه هو إلا وقت محدد بردان خلاص كورونا جابت دورة في العالم الكوكب بيقفل تقريباً يا أخوان ترجمة نانسي قنقر